هنعمل النهاردة كوكيز فانيليا طري ولازيز وجميل من غير سكر بني اصلا ما كانش عندي وقلت هجرب وكمان الزبدة كانت من التلاجة فاطلت ان انا سخنها على النار وطلعها بصراحة جدا غير ما كنت متخيلة خاص اول حاجة حطيت نسلكه على النار لحد لما كنت مسخنة التاسة الاول عشان تسيحها على طول من قبل ما الزبدة نفسها تتحلق لاني طبعا الزبدة عايزين نقلبها عشان ما تتحلقش وبعد كده بعد اول ما خرقتها من العنار حطيت عليها كوباية سكر وهو مفروض نصطها ابيض ونصطها بني بس انا ما كانش عندي حطيت الزبدة بس اقعدت قلب فيها وقت زيادة شوية لحد ما هي ما عادتش سخنة قوي قبل ما احطت البيضة لان لازم تكون هي يعني بقت بطلقة حرارة المطبخ ما تبقاش سخنة عشان البيضة ما تستواش جواه بعد كده زودت البيضة وعليها فانيليا واقعدت طبعا اقلب بقى كتير لحد ما حست ان السكر ان البيضة نفسها دوبت السكر والزبدة في بعض وكله بقى بقى خليط يعني سايب خالص زي ما بنشوف الخليط بتاع الكوكز عادي بعد كده هبقى مجهزة كوباية وتلت دقيق وعليهم معلقة صغيرة وباكينج بوتر وبعدين هقلبهم بقى معلقة على الخليط بتاع الزبدة والبيض والسكر لحد ما يدخلطوا مع بعض كويس خالص هنبدل نقلب لحد ما تدقي يختفي خالص وبعد كده هكون مجهزة الشوكولت شيبس هيبقى هبقى عاملة مثلا كوباية كبيرة ملقاوي يعني كوباية كبيرة مليان لان هي طبعا الكوكز فانيليا فاحنا عايتين نزود الشوكولتها في زيادة قلبت عليه بالمعلقة برضو الكوباية اللي هي الشوكولت شيبس ديت وبعد كده جبت الصوان اللي انا هخبزه فيها وده هنتهب زيت وجبت عندي معيار يعني بالتقريب مش ضروري معيار قوي يعني بس هي المعلقة دي عند معيار هتخلي الكوكز كله يكون تقريبا حجم واحد هعمله كور كده لان طبعا الكوكز اصلا بيفرش شوية فنعمله كله كور بنفس المعيار عشان يبقى تقريبا نفس الحجم كله هخلص الكمية كلها وبعد كده هحط على وش الكوكز حبة شوكولت شيبس كمان علشان يبقى مليان شوكولتها او هسخن الفرن على امتين وهدخله في الفرن تقريبا اتنشر دقيقة بالزبط هيخرج حلو جدا جدا وطري زي الكوكز عادي ما فرقش ان هو ناقص سكر بني ولا حاجة عايزكم تجربوه بالطرقات ايه وتقول له رأيكم في ايه